أذكركم بما جاء عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه وقد قرأته عليكم بشكل سريع أمر على كلمات إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أقرأ عليكم من الجزء السابع والخمسين من بحار الأنوار للمجلس وطبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان صفحة 200 و 12 إنه الحديث الثاني والعشرون بسنده عن أبي الأكراد علي بن ميمون الصائخ عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه رواية يتحدث فيها إمامنا الصادق عن الكوفة وعن قم إلى أن يقول إمامنا الصادق صلوات وسلام عليه وسيأتي زمان تكون بلدة قم وأهلها حجة على الخلائق قطعا الحديث عن الشيعة بالدرجة الأولى وعن الذين يمكن أن تصل إليهم هذه الحجة وسيأتي زمان تكون بلدة قم وأهلها حجة على الخلائق وذلك في زمان غيبة قائمنا إلى ظهوره وما هذه القناة التي بين أيديكم إلا شعبة من هذه الحجة التي يحدثنا عنها إمامنا الصادق هذه شعبة قمية وسيأتي زمان تكون بلدة قم وأهلها أهلها ليس بالضرورة الذين ولدوا فيها ويعيشون فيها ويسجلون في دوائرها الرسمية كثيرون هناك يكفرون بقم ومنهج قم أهلها الذين قالوا بالمقالة القمية هؤلاء هم أهل قم أكانوا فيها أم لم يكونوا فيها أذهبوا وزاروها أم لم يذهبوا لزيارتها ولم يعيشوا فيها ثانية واحدة الحديث عن العقيدة وعن المقالة وليس عن الذين يتوافق زمانهم ومكانهم ووثائقهم الرسمية والقانونية بحسب بحسب الإصطلاحات العرفية نحن نتحدث هنا بلسان العقيدة لا بلسان الأعراف وقوانين الدول الاعتبارية وَسَيَأْتِي زَمَانٌ عَلَى بَلْدَةِ قُمْ وَأَهْلِهَا إِلَّا في زمان الثورة الخمينية الإيرانية التي مر الحديث عنها وذلك في زمان غيبة قائمنا إلى ظهوره ولولا ذلك لساخت الأرض بأهلها لساخت بأهلها ضلالا فمناهج الضلال تنتشر في كل واقعنا الشيعي منهج الهداية هو المنهج القموي لا أتحدث عن سياسة الحكومة الإيرانية هذا شأن إيراني إنني أتحدث عن المنهج القموي الذي تحدث عنه أئمتنا وقالوا لولا القمويون لضاع الدين إنني أتحدث عن منهج القمويين من أمثال إبراهيم إبراهيم بن هاشم وولده علي بن إبراهيم القموي صاحب التفسير إنني أتحدث عن سعد ابن عبد الله الأشعري القمي إنني أتحدث عن محمد ابن الحسن الصفار صاحبي بصائر الدرجات الكبرى إنني أتحدث عن محمد ابن يعقوب الكليني إنني أتحدث عن علي ابن بابويه القمي والد الشيخ الصدوق إنني أتحدث عن ابن قولويه القمي صاحب كامل الزيارات أتحدث عن هذه الرموز أتحدث عن النعماني عن ابن أبي زينب صاحب الغيبة والتفسير الذي لم يذهب إلى مدينة قم طيلة حياته عن هذا العالم العراقي الذي عاش في العراق ثم رحل عن العراق فرارا من شيعته إلى أن قضى وتوفي في الشام في سوريا أتحدث عن هذه الرموز وعن هؤلاء العمالقة في أجواء حديث العترة الطاهرة هذا هو المنهج منهج القمي تساخد ضلالا بأهلها الحديث الثاني وهو الحديث الثالث والعشرون صفحة ميتين وثلاثة عش من الجزء السابع والخمسين من بحار الأنوار الحديث عن إمامنا الصادق أيضا يتحدث عن الكوفة وعن قوم إلى أن يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وذلك عند قرب ظهور قائمنا انتبهوا إلى هذه الكلمة وذلك عند قرب ظهور قائمنا فيجعل الله قم وأهله قائمين مقام الحج قم وأهلها الحديث مترجم وقد مر الكلام في هذا المصدر الأصل لهذين الحديثين كتاب تأريخ قوم النسخة العربية الأصلية ليست موجودة بين أيدينا هناك نسخة قد ترجمت إلى اللغة الفارسية المجلس ترجم ترجم النصوص الفارسية التي أساسا ترجمت عن النصوص العربية لهذه الأحاديث وذلك عند قرب ظهور قائمنا فيجعل الله قم وأهله قم وأهلها قائمين مقام الحج ولولا ذلك لساخت الأرض بأهلها ولم يبق في الأرض حج فيفيض العلم منه من قم إلى سائر البلاد في المشرق والمغرب الحديث عن علم محمد وآل محمد وليس عن علم الحوزة الطوسية الذي يضرب أطنابه في مدينة قم هناك علم محمدي علوي سيفيض من قم فيفيض العلم منه إلى سائر البلاد في المشرق والمغرب إلى شيعة أهل البيت في أقطار كرتنا الأرضية فيتم حجة الله على الخلق حتى لا يبقى أحد على الأرض قطعا بالدرجة الأولى من شيعة أهل البيت حتى لا يبقى أحد على الأرض لم يبلغ إليه الدين والعلم ثم يظهر القائم إلى آخر الرواية الشريفة هذه الأحاديث تخبرنا عن شأن خاص صن لقوم والقميين والمنهج القمي ويكون هذا المنهج بارزا واضحا لشيعة أهل البيت في زمان يكون قريبا من ظهور القائم صلوات الله وسلامه عليه لا أريد أن أقول أكثر من ذلك لأنني قد فصلت القول في هذه الأحاديث في حلقات متقدمة من هذا البرنامج يمكنكم أن تعود إلى تلك الحلقات كي تطلعوا على كل التفاصيل نذهب إلى